نحن في هذه العبارة الشهيرة وهي البيع في مايو وستاتيجية المهمة جدا هل تنفع هذه العبارة؟ العبارة تاريخيا فقط كانوا يستعملوها التجار الإنجليز ويبيعوا ويذهبوا بإيجازة قبل العودة مرة جديدة في شهر نوفمبر وتاريخيا كانت تشكل بعض النواحي البسيكولوجية وبالتالي يعتمدها بعض التجار ولكن أيضا نأخذ أنه شهر أكتوبر هو شهر عنيف جدا خصوصا مع الاثنين الأسود سلساء الأسود الخميس الأسود وكل حصلت في شهر أكتوبر أيضا إذا أخذنا تاريخ الستندراند مؤشر الـ S&P أيضا شهر مارس هو شهر التقلبات الكبير على مدى سنوات عديدة جدا ولكن أيضا بالنسبة إلى بعض الأرقام غالبا ما يكون الوقت مناسبا للباع لكن ليس دائما وإذا أخذنا كل هذه الأرقام والإحصائيات التي طعتها منذ عام 1950 على الأشهر بكاملها نشاهد أنه معدل ارتفاع المؤشر كان واحد ونصف نقطة مئوية في هذا الشهر بينما الفترة من نوفمبر إلى شهر أبريل العواد كانت تصل إلى 7 في المئة طبعا هنا نحن نتكلم عن متوسط يعني في شهدت كل هذه السنوات انهيارات حرب عالمية كسات كبيرة أزمة عالمية وصدمات متتالية في السوق وأيضا عندت أيام ينهار في المؤشر مثلما حصل الانهيار التاريخي أيضا في 87 عندما انهاره بـ 22 في المئة الدوجونز هذه المرة ولكن أيضا أثر على المؤشرات الأخرى بينما إذا أردنا أن نشاهد بعض الأرقام دائما إذا نتكلم كمتوسط فمثلا خلال السنوات العاشر الماضية ماذا تقول الاستراتيجية عواد الباع كانت في ميو نتكلم عن متباينة إن كانت بين العشرة في المئة إلى أيضا بالسالب 8 في المئة أما هذه عم نتكلم نحن بالـ 2010 بالـ 2011 كانت بالسالب 8 في المئة بينما بالـ 2013 كانت عشرة في المئة لاحظوا التفاوت الكبير جدا أيضا عواد الباع إذا ناخدها منذ خمس سنوات أو ست سنوات فمثلا نشاهد لاحظوا بالـ 2017 زمانية في المئة 2015 كانت هناك تقريبا 0 في المئة أو 0.3 في المئة 13 في المئة وبالتالي لاحظوا التباين الكبير جدا العام الماضي 3 في المئة كان أيضا إذا بذهب إلى دائما بعض الأرقام أنه بالنسبة إلى الدوجونز هذه المرة 30 في المئة نشاهد العوائد هنا في مارس من أعلى مستوياته في فبراير كمان هنا في التفاوت الكبير جدا نشاهد بين الدوجونز و فقط أريد أن نذكر بالنسبة إلى ارتفاع والكمة التاريخية فبراير 19 إلى 23 مارس القاع سجلنا ثم استعدنا من 23 مارس نصف الخسائر 35% اللي هبطنا فيها من المستويات التاريخية جاءنا عوضنا نصف يعني أننا متراجعين تقريبا بـ 18 في المئة طبعا هنا تعداعيات فيروس كورونا تحديات كبيرة جدا أكيد موجة من الديون المعدومة ستبرز في هذه الفترة أيضا وبقوة إذن هذا الموضوع بشكل خاص بالنسبة إلى الاستراتيجية يعني لا تعني شيئا وبعد الآن هذه الجملة لأن خصوصا مع 2020 كل شيء معقول